الثالثة صباحا منتصف ليل بتوقيت جرينتش موجز إغباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة أساسا متينا للتحديث الشامل للجهاز الإدارية وخلال اجتماع بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين أشار المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي وجه بانتقاء أكثر العناصر في جميع المؤسسات وتأهيلها وتدريبها مهنيا وفنيا وشخصيا في إطار منظومة تدريبية متكاملة وجد اكتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب قوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تترق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الأقليمية والدولية حيث أشاد الرئيس بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في كافة المهام التي توكل إليها تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي طلع خلال الجولة على الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالأكاديمية العسكرية البصرية العليا في مقر القيادة الاستراتيجية كما شملت جولة الرئيس السيسي كذلك المبنى التعليمي لكلية الدفاع الجوي والمستشفى كما تفقد منطقة ملاعب التدريب والاستاذ الرياضي ونادي الفروسية التابع لقوات المسلحة إلى جانب الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المخططة للتنفيذ تفقد عدد من ممثل المنظمات الدولية معبري أرقيين وقصط للاطلاع على التسهيلات التي أفرتها مصر للوافدين من الأراضي السودانية من مختلف الجنسيات وتفقد الوافد إجراءات الدخول والخدمات التي تقدمها الدولة للعابرين ويضم الوافد ممثلا عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية وإدارة الأمم المتحدة للأمن والسلامة ومكتب المنصق العام المعين لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونساف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمية فشلت الأمم المتحدة في جمع الأموال التي تحتاجها لتفريغ 1.1 مليون برميل من النفط من سفينة صافر المتهالكة والتي ترسو قبالة ساحل اليمن لتجنب كارثة بيئية ويحذر مسؤول الأمم المتحدة منذ سنوات من أن البحر الأحمر والساحل اليمني في خطر لأن النفط قد يتسرب من النقلة صافر بكميات قد تصل إلى أربعة أضعاف تلك التي تسربت في كارثة النقلة أكسون فالديز عام 1989 قبالة ألاسكا وسعت القوات الروسية نطاق هجماتها على العاصمة الأوكرانية ومقاطعات أوديسيا وميكوليف وخيرسون وزابوريجيا بعشرات المسيرات وأشرت الإدارة العسكرية لكييف إلى أنها قامت بتفعيل الدفاعات الجوية والتعامل مع أهداف بسماء العاصمة مشيرة إلى أن قوات الدفاع الجوي تتصدى لعدة أهداف كما دعت سكان كييف للبقاء في أماكن آمنة أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلانكين إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بين أرمينيا وأزربيجان في واشنطن مشيرا إلى أن اتفاقا يضع حد لتوترات بات في متناول اليد وأضف بلانكين في ختام المحادثات إن الجانبين ناقش في الأيام القليلة الماضية مسائل بغاية الصعوبة وحقق تقدم ملموسا نحو اتفاق سلام مستدام مشيرا إلى أن التواصل إلى ذلك الاتفاق لن يكون تاريخيا فحسب بل سيصب في مصالح الشعبي أزربيجان وأرمينيا وأقر وزير الخارجية الأمريكي بصعوبة الأمر لكنه شدد على جدية الالتزام والتصميم على المضي قدما في معالجة بقية القضايا الشائكة لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أركود الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة وألقى حضراتكم على رأس الساعة من جديد وهذه تحياتي نها الخلاف اشتركوا في القناة